اشتركوا في القناة كل الشهور شهر رمضان يعني الأكل غير اللباس يكون غير حتى قبل ما يدخل رمضان تحسي تشمي ريحة رمضان فرمضان غير يعني حتى باللبس حتى بالأكل حتى بالجمعات دائما تكون جمعات فهذا المميز شهر رمضان خبريني على سيرة الطبخ بتعرف التطبخ انت أنا هواية الطبخ أحشق الطبخ أحب أطبخ فأكيد طبيخة ماهرة شهي أكتر طبخة بتجي ديها الطاجين شو هي؟ طاجين بالجاج يعني أكلات المغربية يعني لازم تعزمي متابعين هي على طاجين أكيد شرفوني أكيد طبعا خبريني على بأصداء حبيبي مختلف حبيبي مختلف نزلت تقريبا صار لشهر تقريبا فكانت أخذت يعني تقريبا مليون مشاهدة في أسبوع الحمد لله كانت أغنية مغربية أنه غبت عن الجمهور المغربي فحاولت أن أرضيهم بالأغنية مغربية لأنا كنت دائما خليجي وحتى الحفلات دائما عندي بالخليج فنست شوي المغربي الحمد لله نزلت أغنية مغربية اسميت حبيبي مختلف من كلمات مروان أصيل ومن توزيع عارف عامر ومن أرحان كذلك مروان أصيل فلحمد لله أغنية مغربية بيور كانت مئة في المئة وحبوها الجمهور يوسر اليوم نحن نلاحظ أن الأغنية المغربية مكتسحة للوطن العربي رغم أنه زمان يعني اللهجة نوعا ما بتعتبر نظهما بس هلأ صار في انتشار جدا كبير للأغنية المغربية فشو السر ورا هالشي؟ السر ورا هالشي يعني أول كانت موجة وبدأ هالموجة كانت قبل يعني بالمغرب أوكي كانت موجة مغربية بس اللي بدأ هالموجة سعد المجرد فهو الأول واحد يعني قرب اللهجة المغربية للجمهور والناس صارت تحب حتى بالخليج أو بالعالم العربي الأغاني المغربية فكذا بدأ بلشت الموجة والحمد لله يعني صار أصدار أغنية مغربية جدا كبيرة حتى المغنية العرب من غير المغربة صاروا يحبوا يغنوا مغربي شكرا لكم على هاللقاء ورمضان كريم عليكم على كل المتابعين شكرا لكم